هذا التسجيل هو عمل تطوعي، مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مادة الثقافة المالية بالصف العاشر، الفصل الأول، الوحدة الأولى، الدرس الثاني، من الصفحة الثامنة عشر إلى الثامنة والعشرين. الدرس الثاني، التأمين تعرفنا سابقاً العديد من المخاطر التي قد تعرض لها الإنسان في حياته، والتي تسبب في حدوث خسائر مادية. وبعض هذه المخاطر تحدث نتيجة ظواهر طبيعية ليس للإنسان يد فيها، ولا يمكنه إيقافها أو تحمل نتائجها وحده. لذا أخذ الإنسان يبحث عن وسائل فعالة تحد من هذه المخاطر، وتخففه من وطأة الخسائر الناجمة عنها. فاهتتها إلى فكرة التأمين، التي تقوم على أساس تجميع المخاطر وتوزيع خسائرها المادية على كل متضرب منها. يظهر في أسفل الصفحة صورة تمثل نموذجاً لعقد التأمين تحمل عدداً من أسبابه وأطرافه، منزل، سيارة، سفر، وقال من يوقع عليه العقد. النشاط الأول التأمين الهدف سيساعدك هذا النشاط على تعرف مفهوم التأمين التعليمات ستعمل ضمن مجموعة اطلع أنت وزملائك في المجموعة على الحالة واحد واحد التي تمثل قصة نشأة التأمين ناقش أنت وزملائك في المجموعة هذه الحالة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها ناقش أنت وأفراد مجموعتك المعلم في النتائج التي استوصلتم إليها شارك أنت وأفراد مجموعتك المعلم في استنتاج مفهوم التأمين الحالة واحد واحد قصة نشأة التأمين على مقربة من أحد الشواطئ التي ذرسوا فيه قوارب الصيد لمجموعة من الصيادين الذين يقدروا عددهم بنحو ماءة صياد كان باسم يملك مقهى يرتاده الصيادون حين يفرغون من الصيد حيث يتبادلون فيه الأحاديث المختلفة من مغامرات وتحديات وصعوبات واجهتهم في أثناء إبحارهم وقيامهم بمهمة الصيد وفي إحدى الأيام عادت جميع القوارب في المساء إلا قارب أحمد فقد غارق في البحر لم يستطع إنقاذه فجلس حزينا لأنه لم يتمكن من جمع عشرة ألاف دينار ليشتري بها قاربا جديدا يساعده على القيام بعمله المرتاد وبعد يومين قال الصياد خالد مخاطبا رفاقه الصيادين إن كل منا معرض لغرق قاربه مثل ما حدث مع أحمد فلماذا لا نساعده ونقسم ثمن القارب علينا جميعا بالتساوي وفق الجميع على الفكرة ودفع كل منهم مائة دينار حتى جمعوا مبلغ عشرة ألاف دينار ثمنا للقارب ففرح أحمد بذلك واشترى قاربا جديدا وبدأ أعمله في اليوم التالي كأن شيئا لم يحدث بعد أسبوع من تلك الحادثة أشار باسم صاحب المقهى على الصيادين قائلا لماذا تنتظرون حتى يغرق قارب أحدكم ثم تجمعون له مالا لتعويض خسارته فقد لا يملك بعضكم المال في ذلك الوقت ثم أضاف قائلا في العشرين سنة الماضية غرق عشرون قاربا أي بمعدل قارب كل سنة ثم اقترح عليهم إنشاء صندوق باسم أصحاب القوارب لجمع المال اللازم لتعويض الخسارة التي يتعرض لها أصحاب القوارب فوافق الجميع على فكرة باسم واتفقوا على أن يضع كل منهم حسته من المال في الصندوق وأن يكون باسم أمينا للصندوق وبذلك يتحمل جميع الصيادين المعرضين للقطر نفسه قيمة الخسارة الذي قد تلحق بأحدهم ومن هنا جاءت فكرة التأمين إذ تعمل شركات التأمين على جميع مشاركات الأفراد المعرضين للخطر نفسه مقدما فيما يعرف بقصة التأمين ثم تعود الفرد المتضرر من الخطر نفسه واحد لو كنت مكان أحمد فهل كان بمقدورك حماية قاربك من الغرق؟ لماذا؟ اثنان كيف حل الصيادون مشكلة أحمد؟ ثلاثة هل تؤيد فكرة باسم المتعلقة بإنشاء الصندوق؟ لماذا؟ أربعة ما الهدف من إنشاء الصندوق؟ خمسة عرف بلغتك الخاصة المقصود بالتأمين ناقش المعلم في السؤال الآتي هل يشمل التأمين كل أنواع الخطر التي تصيب الأفراد؟ النشاط الثاني أنواع الخطر التي يمكن تعودها ماديا الهدف سيساعدك هذا النشاط على تحديد أنواع الخطر التي يمكن تعودها ماديا التعليمات ستعمل ضمن مجموعة اطلع أنت وزملائك في المجموعة على ورقة العمل واحد واحد التي تعرض لأنواع الخطر التي يمكن تعودها ماديا ثم أجيب على السؤال الواردي فيها اعرض أنت وزملائك في المجموعة الإجابة التي توصلتم إليها أمام المجموعات الأخرى ناقش أنت وأفراد مجموعتك المعلم في هذه الإجابات فيما يلي مجموعة من الأخطار التي يمكن تعودها ماديا وفق بين نوع الخطر في القائمة الأولى ألف وتعريفه الموضح لطبيعته في القائمة الثانية باع القائمة الأولى ألف نوع الخطر خطر المضاربة الخطر البحث الخطر العام الخطر الخاص خطر الأشخاص خطر الممتلكات خطر المسؤولية المدنية والمهنية القائمة الثانية باع تعريف نوع الخطر يظهر في القائمة جدول خانته الأولى هي نوع الخطر تحدد من القائمة الأولى ألف وخانته الثانية تعريف لنوع الخطر خطر يصيب قطاعا كبيرا من المجتمع ويترتب على تحققه خسائر مادية تلحق الضرر بالمجتمع كله أو بمجموعة كبيرة من الأفراد مثل تعرض المنطقة لخطر البراكين وما ينجم عنها من أضرار تلحق الخسارة بمجموعة كبيرة من الأفراد خطر يصيب الإنسان شخصيا بصفة مباشرة وينجم عنه خسارة مالية تؤثر في الأشخاص أنفسهم مثل وفاة رب الأسرة التي تؤدي إلى انقطاع الدخل عن أفراد الأسرة يلجأ الفرد إلى الاستثمار في مجالات عدة بهدف الحصول على الربح وتحقيق منافع مالية ولكن النتائج قد تأتي أحيانا مخالفة لتوقعاته وهنا يحدث الخطر فمثلا إذا اشترى شخص ما أتى سهم من البورصة فإنه سيربح في حال زاد سعر السهم أو يخسر إن انخفض السعر وكذا الاستثمار في العقارات المختلفة أو الدخول في مشروعات تجارية ويعتمد هذا النوع من الخطر في نتيجته على مجموعة من العوامل التي تحكم في السوق خطر يؤثر في ممتلكات الشخص ويؤدي إلى هلاكها أو تلفها مثل تعرض منزله لخطر الحرق خطر يتسبب في تحققه شخص معين ويؤدي إلى إصابة آخر بضرر مادي في شخصه أو ممتلكاته أو الاثنين معا ويكون الشخص المتسبب في الخطر مسؤولا أمام القانون ويطلق على هذا النوع أحيانا اسم خطر الثروات لأن الخسائر المترتبة على حدوثه لا تصيب الفرد مباشرة وإنما تصيب ثروته بوجه عام مثال ذلك تعرض سمير لكسر في يده نتيجة استضامه بسيارة أحمد التي كان يقودها مسرعا وهنا يترتب على أحمد دفع جميع المصروفات اللازمة لعلاج سمير خطر ينجم عن تحققه خسارة مادية ولا يترتب على عدم تحققه أي خسارة مادية أو ربح لذا يحاول الفرد تجنبه ما أمكن وهو قد يلحق الضرر بعدد محدود من الأفراد أو بالمجتمع كله مثل حوادث السيارات التي تلحق الضرر بعدد معين من الأفراد والخطر الذي ينتج عن الضلازل والذي قد يلحق الضرر بالمجتمع كافة خطر يؤثر فقط في الفرد وينجم عنه خسائر مادية ويمكن تقديرها كميا مثل تعرض المحل للسرقة تذكر التأمين وسيلة يتحمل فيها جميع الأفراد المعرضين للخطر نفسه قيمة الخسارة المادية المالية التي تصيب أحد أفراد المجموعة أنواع الخطر للخطر مناحم مادية وإنسانية متعددة وقد يؤثر في الشخص نفسه أو في ممتلكاته والشكل واحد اثنين يبين أنواع الخطر التي تعرض لها الفرد في حياته اليومية يمثل الشكل واحد اثنين رسم بياني شجري لأنواع الخطر نبدأ بأنواع الخطر ويتفرع منه خطر المضاربة والخطر البحث يتفرع من الخطر البحث الخطر العام والخطر الخاص ويتفرع من الخطر الخاص خطر الأشخاص خطر الممتلكات خطر المسئولية المدنية والمهنية خطر المضاربة ما هو خطر المضاربة؟ يلجأ الفرد إلى الاستثمار في مجالات عدة بهدف الحصول على الربح وتحقيق منافع مالية ولكن النتائج قد تأتي أحيانا مخالفة لتوقعاته وهنا يحدث الخطر الخطر البحث هو الخطر الذي ينجم عن تحققه خسارة مادية ولا يترتب على عدم تحققه أي خسارة مادية أو ربح لذا يحاول الفرد تجنبه ما أمكن وهو قد يلحق الضرر بعدد محدود من الأفراد أو بالمجتمع كله ينخصم الخطر البحث إلى قسمين ألف الخطر العام وهو خطر ينتج من التغيرات غير المنتظمة في قوة الطبيعة ويصيب قطاعا كبيرا من المجتمع ويترتب على تحقق خسارة مادية تلحق الضرر بالمجتمع كله أو بمجموعة كبيرة من الأفراد باء الخطر الخاص خطر يؤثر فقط في الفرد وينجم عنه خسارة مادية يمكن تقدرها كميا مثل تعرض محله للسرقة ينقصم الخطر الخاص إلى ثلاثة أقسام ألف خطر الأشخاص خطر يصيب الإنسان شخصيا بصفة مباشرة وينجم عنه خسارة مالية تؤثر في الأشخاص أنفسهم مثل وفاة رب الأسرة التي تؤدي إلى انقطاع الدخل عن أفراد الأسرة وغيرها من الأخطار التي تهدد حياته أو سلامة جسمه أو صحته وقدرته على العمل باء خطر الممتلكات خطر يؤثر في ممتلكات الشخص ويؤدي إلى هلاكها أو تلفها جيم خطر المسئولية المدنية والمهنية خطر يتسبب في تحققه شخص معين ويؤدي إلى إصابة آخر بضرر مادي في شخصه أو ممتلكاته أو الاثنين معا ويكون الشخص المتسبب في الخطر مسؤولا أمام القانون ويطلق على هذا النوع أحيانا اسم خطر الثروات نشاط بيتي ابحث في أنواع التأمينات التي يستخدمها أفراد أسرتك ثم شارك زملائك فيما تتوصل إليه أسئلة الدرس السؤال الأول ما المقصود بالتأمين؟ السؤال الثاني صنف الخطر فيما يأتي إلى خطر بحت وخطر مضاربة يظهر جدول يمثل عاموده الأول الخطر أو حالات الخطر التي نرجو تصنيفها وعاموده الثاني نوع الخطر التي يطلب من الطالب تحديده واحد خسارة سامر لأسهمه نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية السائدة اثنين تعرض بضاعة لميس للسرقة ثلاثة تعرض منزل فؤاد للدمار نتيجة الفيضانات التي أصابت البلد أربعة خسارة شركة ميار لاسترافة خسارة كبيرة نتيجة خفاض سعر الصرف السؤال الثالث صنف الخطر فيما يأتي إلى خطر عام وخطر خاص يظهر جدول يحمل عاموده الأول الخطر المراد تصنيفه وعاموده الثاني نوع الخطر الذي سيحدده الطالب واحد نمار مصنع فؤاد بسبب زلزال كبير أصاب المنطقة اثنين تعرض مرحل حادث زير في أثناء عبورها الشارع ثلاثة تعرض منزل أميرة للسرقة أربعة سرقة محل بسام نتيجة أعمال الشغب التي اشتاحت المنطقة السؤال الرابع سنف الخطر فيما يأتي إلى خطر الأشخاص وخطر الممتلكات وخطر المسؤولية المدنية والمئنية يظهر أيضا جدول يمثل عاموده الأول الخطر المراد تصنيفه وعاموده الثاني نوع الخطر واحد استضام سيارة ريهام بسيارة دعاء المتوقفة مما أدى إلى إلحاق الضرر بسيارة دعاء الخطر الواقع على ريهام هو اثنين خسارة إيمان لبضاعتها بعد غرقها في البحر قبيل وصولها إلى الميناء الخطر الواقع على إيمان هو ثلاثة إصابة عامر بجروح بليغة في قدمه بعدما صدمته سيارة هيثم المسجعة الخطر الواقع على عامر هو أربعة تعرض منزل لبناء للحريق الخطر الواقع على لبناء هو خمسة إصابة أحمد بنوبة قلبية نتيجة خطأ طبي الخطر الواقع على أحمد هو ستة إصابة سعد بوعته ما تطلب نقله إلى المستشفى وإجراء عملية له الخطر الواقع على سعيد هو انتهى التسجيل تم